كاباستانس اكسبرمنت وفي الاكسبرمنت دي احنا عارفين اننا انا عندي اكوبيبمنتز زي البيزيك الكترومتر وعندي بايزيك فاريابل كاباستر وعندي هنا ما يسمى بي الالكتروستاتيك فبوصل ده الاول بشحن بي التوبليتز وببدأ بوصل التوبليتز على البيزيك وببعد الاثنين مع بعض بالدستنس تبقى مقرية تحت هنا فببدأ ان اعرف كل ما ببعد التوبليتز ايه اللي بيحصل للفولتج وبالتالي بقدر اعرف ايه اللي بيحصل بالفولتج وبشوف بعد كده بين الفولتج وبين الكاباستنس مبدئيا علشان تبدأ ان انت تشتغل على الاكسبرمنتز زيديت فانت اول حاجة بتجمعها هي الديتا اللي بتكون جايالك من السبريشن بين وبين الفولتج فانت متوقع ان انت يبقى عندك داتا زي كده ممكن انا اشل لك اصلا الديتا دي تسيب لك ثلاثة اربع نقاط او ممكن انا اسيب لك مثلا ثلاثة نقاط بس واقول لك معاك نقاط زي كده روح اشتغل وهاتلي مثلا او يعني مثلا ايه تشوف لي السلوب بيعبر لي مثلا يعني طيب لو انت جيت هنا اول حاجة انت مش هتلاقي مش هتلاقي الجدول ده موجود كده بس هتلاقي معلومات في السؤال بتخليك ان انت او بترشدك ان انت تروح في الاتجاه ده او في الديركشن ده فانت بتختار ماشي انا عندي فولتج والفولتج ده مع السبريشن يا ترى لو انا رحت جبت السلوب ايه اللي هيحصل لي يبقى انا لو جبت السلوب هنا السلوب ده طالع لي بقيمة 1080 1080 ده معناي ده رقم مهم جدا انت تبقى عارفه يعني بكل بساطة انت عشان تشرح للريليشن زي دي فانت بتقول ان كل ما الديستنس بين التوبليتس بتزيد الفولتج برضو بيزيد طب حلو جدا يبقى من النقطة ديت لو جيت اشتغل على البورت الاساسي للاكسبريمنت انا بقول ان الفي في علاقة تزايدية دايما مع الديستنس او السبريشن بين التوبليتس طب يا ترى اقدر ان انا ازبط ده ازاي اولا انت عندك الاكويشنز وعمرها ما هتخرج من ثلاث حاجات فقط لا غير لو انت عندك الكاباستنس هي عبارة عن الديلكتريك كونستنت وهنا احنا عندنا اير فهيكون بواحد مضروف في الابسلون نوت مضروف في ريشيو اللي هي A divided by D ودي الكاباستنس بتتقاس بE بتتقاس بالفراد طيب بعد كده عندي الكيو بتساوي LC في V تمام والكيو بتتقاس بالكولوم في حالة ان الكاباستنس فراد والفولت بالفولت عادي جدا او potential difference بالفولت عادي جدا السي في هنقولها فورشورت بس احنا بنقول هنا سي دلتا بي طيب النقطة التالتة او هي relation بين الاتنين يعني بكل بساطة روح عوض بالاكوشن واحد في الاكوشن اتنين وشوف ايه اللي هيحصل يبقى من 2 equations دول علشان تجيب الاكوشن رقم ثلاثة انا هنيجي كده على جنب ونشوف انا عند الكيو بتساوي اه الكيو طبعا دي اللي على البليتس طب حلو يبقى انا عندي اقول الكي بواحد تمام مثلا دلوقتي كيو si منices كله كيو من كيو كيو بصابة دي أوفر إبسلون نوت في الا مضروف في الكيو فهنا هيجي يقول لي على حاجة مهمة جدا فلنفترض دلوقتي ان هو مديلي الاريا بتاعة البليت هيقول لي مثلا ان الريديس بتاعه كذا فانت عارف والله ده سيركولر يعني باي ار سكويرد فتعرف تجيب الاريا تضربها بعد كده في الإبسلون نوت فده بالنسبة لي كونست انت مش هيتغير تبقات دي يعني مثلا بتساوي مثلا ثلاثة سنتي أو أو بوينت تري سنتيمتر زوائيا كم تمام يا ترى الفولتج عند النقطة دي أو الكيو عند النقطة دي بكام هلو كده فعلشان تطلع جزئية زي دي لازم تبقى انت عارف ان الكيو بتتغير بس انت ما بتشتغلش على حاجة فيها الكيو بتتغير تمام في الحقيقة انت بتشتغل على العكس لا ده انا عندي مش هقولك عندي دي مثلا بكذا لا خليلي هنا الكيو وهنا الدي اه هنا بقى الايكوشان تتقري صح ايه لما الفولت الديستنس بتزيد ده بيزيد طب استنى هي الكيو بتتغير انا هافطرد ان الكيو ده سيم ما بتتغيرش لا ده انا كده بقى اعمل ايه اروح للايكوشان اللي كنت بقولك عليها في البداية هنا انا كده عملت الريليشن طب دول على بعض كده بالنسبة لي ده كونستنت يعني الفي فعلا بتتناسب مع الدي يعني انا عندي الفي بتساوي كيو اوفر ابسلون نوت في الايه كل ده كونستنت مضروف في الدي هلو قوي يعني لو انا رجعت للايكوشان تاني اه للجراف تاني وشفت الاسلوب ده يبقى الاسلوب ده يعني بيعبر لي عن ايه تاني كده نروح نشوف الجزئية بتاعتي انا عندي potential او voltage وعندي هنا distance طب ركز معايا الاسلوب ده لايكوشان بالشكل ده مثلا الاسلوب ده يديني اسلوب الاسلوب ده هيساوي 1080 يبقى ال 1080 ده بتساوي ايه كيو على الابسلون نوت في الايه طب ما الاريام الدهاني وده constant يبقى انا معايك رقم ده يبقى انا اعرف اروح اجيب الايه الكيو طب راح قالك بقى ده انا عندي correction factor الcorrection factor ده بيتدرب في السلوب فيقولي الcorrection factor مثلا بثلاتة هل؟ فانت هتعمل ايه؟ هتقوله خلاص يبقى القيمة اللي انا هتطلعها دي المفروض ان ال 1080 ده مضروف فيه الcorrection factor فاكتور مثلا ايه؟ بالطبيعه بيبقى بواحد بس افرد ما قالكش بواحد يبقى انت عارف ان الcorrection factor هيتدربلي في السلوب ده يديني الكيو اوفر ابسلون نوت في الايه ده رقم constant اضربه فيه اطلع الكيو طب حلو جدا يبقى من ال part ده انا قدرت اطلع الكيو طب قبل ما نشوف الجراف اللي بعده تعرف تقولي هو هنا ايه اللي هيحصل كل مزود ال دي ما انت عندك دول كلهم constant يبقى السي بتتناسب ازاي مع ال d بتتناسب عكسي يعني كل ما ال d تزيد اللي بيحصل في السي بتقل يعني لو روحت عالجراف ده وبصيت عالسي لقيت فعلا ان السي بتقل كل ما انا بزود فيه ال suppression او بزود في ال d تمام؟ يبقى انا قدرت ان انا اعرف ال relation دي عبارة عن ايه طبعا هتروح انت تجيب ال slope يبقى انت غلطت غلطة كبيرة جدا تمام؟ ليه؟ لان انت لازم تبقى عارف انك انت عشان ترسم الجزئية دي فانت لازم تعمل كده السي هتساوي تعال نشوف ابسل النوت في ال a ابسل النوت في ال a مضروف في one over deep انا هرسم ده كله على ال x ده كله على ال y وده بالنسبة لي هو السلوب طبعا انت عايز ده في حاجة؟ لا مش عايزه في حاجة بصراحة تمام؟ بس انا بقولك ال relation دي تعرفها ازاي؟ يعني لو انت عايز تطلع على السلوب ده هتروح جاي على نقطة ال analysis وجاي هنا تقول انا هشوف relation مع x power negative one انا بقى الموضوع يزبط معك تمام؟ يبقى انا مع الفراكشن نفسه مع ال one over d ال one over d ده نفسه كل ما يزيد ال z تزيد معاه انما d بس لا ده العكس ال d كل ما تزيد ال capastence بتقل تمام؟ انما ال one over d كل ما يزيد هتزيد معاه هتزيد معاه s فنفترض ان انت مش مقتنع بالجزئية دي تعال اقولك عليها دلوقتي انا دلوقتي بقول انا عندي 1 ال d equal 1 و 2 و 3 السي بتاعتي هتساوي constant constant مضروف في ال one over d طب تعال نشوف يبقى c عند ال واحد هي عبارة عن constant مضروف في فنفترض ال constant ده بواحد دلوقتي يبقى one بعد كده c2 half بعد كده c three b one over three تمام؟ ايه اللي هيحصل عندي هنا؟ ان انا في البداية لقيت ان c قيمتها بتقل كل مادي نفسها بتزيد تمام؟ طيب يبقى اللي بيحصل عندي c قيمتها بتقل مع d تبقى تبقى الفراكشن كله على بعضه انا عندي هنا ال واحد وعندي نص وعندي ايه؟ تلت يبقى استنى دي القيمة دي اقل من d ودي اقل من d ايه ده معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان الفراكشن بيقل على بعضه والسي بتقل معاه واخد بالك تبقى العكس الفراكشن بيزيد السي بتزيد معاه يبقى كل ما الفراكشن يزيد السي هتزيد معاه كل ما الفراكشن يقل السي هتقل معاه تمام شباب؟ يبقى دي النقطة الاساسية اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها النهاردة يبقى علشان تبدأ تطلع الـ بتعمل بالشكل طيب في الحقيقة لو انت عايز تفكر الـ احنا عايزين نوصل للـ ف اللي احنا محتاجين ان اعرفه روح ارسم لي مع الفولت ارسم لي مع الفولت اللي هيحصل عندي انا شايف هنا السي وشايف هنا الفولت طيب ما تهين الأول نكتب الـ عشان نعرف احنا هنعمل ايه الـ بتقول لي التالي تمام تعال نشوف الـ يبقى الـ تساوي الـ في في يعني لو انا عايز ارسم الـ مع الفي تعال كده نرسم يبقى الـ و ستساوي قد من مضروبه في و بقى او اذا انا اعمل الـ X عليه الفراكشن و Y عليه C يطلع للسلوب بال Q يعني لو أنا جيت هنا وبدأت أشوف الريليشن دي يبقى أنا الفولت هعمله معه روح كده هخليه من كويت Calc X نيجاتيب 1 أيوه كده الموضوع يثبت معي تمام؟ كل ما الفراكشن يزيد كل ما الفراكشن يقل كل ما الفراكشن يقل و العكس صحيح تمام؟ كل ما الفولت يزيد كل ما الفولت يزيد لأن العلاقة بينهم عكسية طيب يبقى أنت السلوب اللي هتجيبه من هنا تاخد بلك منه كويس أنا عندي هنا فراد وعندي هنا فولت السلوب السلوب بتاعي طالع رقم بالشكل ده 7.26 times 10 to the power of negative 9 لو أنت محولتش ال values أو units تمام؟ بين نسبالك ده هيبقى رقم مختلف تمام تعال نشوف أنا عندي هنا بيكو سبعة تلاف متين وستين تمام؟ ليه؟ لأنك أنت دابل بيكو فأنت المفروض تضرب في times رقم 10 الباور بتاعها negative 12 فده رقم كبير تمام؟ فمبدئيا كل اللي انت عليك ان انت تشوفه من ال relation دي أنا لما رسمت بدأ يطلع لي السلوب السلوب ده اللي هو 7 times 10 to the power of negative 9 أو point ده يمثل لي الكيو يبقى الكيو دي experimental طيب والكيو اللي فوق اللي انت طلعتها من السلوب الفولتج معديق برضو experimental حل؟ تقارن الاتنين ببعض لما تقارن الاتنين ببعض تروح تحسب percentage of difference يبقى انت تقارن الاتنين ببعض الكيو ما تتغيرش زي ما هو مفترض لو الكيو فعلا ما تتغيرش يبقى difference ده يكون قليل ممكن يبقى zero ممكن يبقى واحد ممكن يبقى اتنين ممكن يبقى اقل من 10% اقل من 20% بس هتبقى الكيو يعني ال difference فيها بيكون قليل فده كده ازاي نرسم ال relations مع بعض ازاي ان انا اقدر اطلع السلوب الخاص بيا واخد بالي احنا ما نروحش نرسم قيمة فولت مع C لان انا كده بيجيلي values ال values ال values دي انا مضمنش انها تطلعلي في المعادلة بتاعتي فلازم ابقى حاطة المعادلة بتاعتي بالشكل اللي يديني القيمة اللي انا فعلا محتاج فيبقى الهدف من هنا ايه؟ الهدف ان انا اعرضتلك ال equation دي علشان تبدأ ان انت تعرف ازاي تطلع ال Q من المعادلة لان دي نقطة مهمة جدا اوكي؟ بكده يبقى احنا خلصنا ال experiment ديت كمان